صباح خير يا طيكن الفاف يا رب هاد الفيديو موجه لطلاب التحضيري الدفعة التاسعة بسنة 2024 هاد ما رح يكون الفيديو تعريفي عن المادة التشريح رح يكون مثل اضافة لفيديو سابق انا انشرتو او بتكن تعتبرو جزء تاني عن التعريف بهاي المادة الفيديو ناشره قبل ع القناة تبع التعريف هاد بديو يكون مثل اضافة ليلو بتحضروا بعد وقبله متل ما بد كان انا الدكتور عبادة سلهاب خرجت كليل طب البشري بجعمل التشرين وماجستر جراحة عامي حاليا بدي احكي لك عن مادة التشريح العام مادة التشريح العام ككتاب وكفصول وكالامور كله وطريقة الدراسة كله حكيانا بفيديو قبل بس هاد بدي احكي مثل نصيحة لالكن او شي شفنا خلال السنين الماضي كيف بدنا نتعامل مع هاي المادة شو الشغلات اللي صار فيها تطورات بسنين الماضي كاسئلة دورات صاروا تقريبا عم يجيبوا شغلات فهمية اكتر يعني ما عم يجيبوا الشي الموجود بحرفيته للكتاب غالبا عم يلجأوا لانه يجيبوا امثلة مثلا انت كيف فهمان الفقرة بيجيبوا لك مثال كذا 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 انت حسب فهمك للفقرة بقى بدك تجاوب ما بقى عم يتمدع عنه نفس الامثلة الموجودة بالكتاب او كذا طبعا هالحكي بجزء بسيط من الاسئلة ما بيكلى الاسئلة اكيد مية بالمية الفيديو السابق حكيت فيه عن طريقة دراسة التشريح حكيت فيه عن فصول طبيعة التشريح حكيت فيه عن كيف بدنا نبلش بالمادة وشو الاخطاء اللي ممكن يفوتوا فيها طلاب لهاي فكتير ضروري انتشوفو هاد الفيديو بس متل مقتل كان كرمال احكي لكان شوي عن الشغلات الجديدة صارت بالتشريح الاسئلة عم تصير فهمية اكتر عم تصير بتعتمد على فهم الطالب للتشريح اكتر كثير بيقلوا لكين التشريح هي مادة بصمية تشريح هي مادة حفظ تشريح هي مادة هالحكي كله غلط انا ندرس مادة التشريح للتشريح العام من الدفع الرابع من التحضيرية الدفع الرابع لحد هلا والمواد التشريح لسنين الثاني والثالثة بالطب البشري بكلية الطب الاسنان بجامع التشريح والجامعة التانية فصار في شوية خبرة بطرق بيجيبوا في أسئلة الشغلات اللي ممكن يجيبوها نكشات الشغلات اللي ممكن تجي الشغلات اللي ممكن تجي الشي اللي بيجيبوه بحرفيته الشغلات اللي ما بتجيبه بحرفيته هالأمور هي ف يعني رح نحاول قدر الإمكان هاي السنة نطلع شوي عن الشغلات اللي كنا نشرحها السنة الماضية ونضيف عليها أكتر أو نجيب أمثلي عليها أكتر بحيث نفهمها لهاي المادة شو ما جابوا مننا سؤال الكورسات انو وين بدي اعطي وكيف بدي اعطي والشغلات لهاي. انا عندي كورس الكتروني على اليوتيوب من السنة الماضية. طبعا اكيد تحضروا الفيديوهات السنة الماضية. ما رح يكون في اختراع ونحتى نختراع فيديوهات جديدة. لا كله طبعا في السنة الماضية بيمشي حالا اكيد مية بالمية. اه ازا في شيء اضافي عن طبعا في السنة الماضية. انا بنزلك نيا بفيديوهات مستقلة. وبخبركن انو نحنا نزلنا كزا كزا اه حضروه. مسلا شوفوا الشغلات هاي حضروه. هاي بالنسبة للكورسات الالكترونية كله على اليوتيوب طبعا بنزل اه على هاي القناة نفسها. اه بالنسبة لكورسات الواقع كمان متل كل سنة انا بفتح كورسات على الواقع. اه وبيكون في طلاب مجموعات صغيرة ومجموعات كبيرة. اه طبعا الحكي ضمن اللاتقية ضمن جامعة تشرين. بالنسبة للمحاضرات كمان بنزل محاضرات كل سنة. هالسنة رح يكون في تعديل بشكل كبير على المحاضرات سنة الماضية. لاني رح ضيف علي امثلة. رح ضيف علي صور وهالامر هاي ده. اه بالاخير بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تكونوا اه رضيانين عن هاد الفصل. ويكون الفصل الماضي. يعني نحسنا نعوضه. بالتوفيق.